قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي بوساطة من وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني على الرغم من عدم وجود علاقات دبلماسية بين الطرفين وقالت الخارجية الإسرائيلية أن كوهين ناقش مع نظيرته الليبية ما وصفه بالعلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بينهما فضلا عن المساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعية وإدارة المياه وأضاف كوهين أن الحديث تطرق كذلك إلى ما وصفه بالإمكانات الكبيرة للعلاقات بين الجانبين وأهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية أذى وتولت ردود الفعل المنددة بلقاء المنقوش بكوهين حيث تفضل طلب المجلس الرئاسي الليبي في تصريح للعرب طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها أما رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق في ليبيا خالد المشري فطلب بإسقاط الحكومة مشيرا إلى أن لقاء الوزير والمعلومات التي تتحدث عن زيارة مسؤولين آخرين للأراضي الفلسطينية المحتلة قد تجاوزت كل الخطوط المحظورة وفق قوله من ناحيته طالب حزب العدالة والبناء الليبي رئيس الحكومة بإقالة المنقوش من منصبها مؤكدا أن الخطوة تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به مضيفا أن دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه حق ثابت تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية وللمزيد ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد عبد الناصر أهلا بك كيف تلخص لنا أبرز ردود الأفعال وما أثاره هذا اللقاء من سجالات في ليبيا نعم ربما نبدأ بمستوى الحكومة حكومة الوحدة الوطنية إلى حد هذه اللحظة لا تأكيد ولا نفي من طرف حكومة عبد الحميد البيبي للقاء وزيرة خارجيته مع نظرها الإسرائيلي في رماء الأسبوع الماضي من جانب آخر نتحدث عن الشريك بالنسبة للحكومة في رسم السياسات الخارجية المجلس الرئاسي عقد اجتماعا طارئا شمل الرئيس والعضوين في المجلس الرئاسي وربما سنرى بيان واضح بعد قليل عقب هذا الاجتماع ولكن ما صدر عن هذا الاجتماع وما استطعنا الحصول عليه هو أن المجلس الرئاسي لم يكن على علم بهذا اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلال منغوش مع نظرها من الجانب الإسرائيلي وقال بأن مثل هذه التصرفات مرفوضة ويجب على حكومة البيبي فتح تحقيق عاجل في حقيقة أو ملبسات هذا اللقاء إذا فعليا جرى وبأي صفة جرى هذا اللقاء وإذا جرى بشكل رسمي فعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات وعقوبات بحق من سهم في تسهيل مثل هذا الإجراء بدءا من وزيرة الخارجية إلى من يعملون في السلك الدبلوماسي بسفة عامة لكن نتحدث عن ردود أخرى نتحدث عن المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق خالد المشري شجب هذا اللقاء وقال على الحكومة الاستقالة فورا وأنها تجاوزت كل الخطوط المعمول بها نتحدث عن ردود أخرى من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين طالبوا بمحاكمة حتى نجلاء المنقوش وباتهامها بالخيانة العظمى كذلك هناك ردود بدأت من أعضاء المجلس النواب وربما قد نرى خلال الساعات المقبلة بيان من رئاسة البرلمان فيما يتعلق بملابسات هذا اللقاء لكن بالمجمل غالبية أعضاء المجلس النواب والأعلى للدولة يرفضان هذا اللقاء ويرفضان أي جلوس مع الجانب الإسرائيلي وأي عملية للتوجه نحو التطبيع بين ليبيا وإسرائيل لكن على الأرض هناك شجب وغضب شعبيين نرى الآن إغلاق لشوارع في مناطق عدة من ليبيا نتحدث عن مدينة الزاوية هناك اشتعال لإطارات سيارات في بعض الطرق الرئيسة في مدينة الزاوية كذلك في مدينة تجورة الآن نرى إغلاق لبعض الشوارع الرئيسة في ضواحي العاصمة طرابلس ومناطقها الكبرى نتحدث عن سوق الجمعة وهو أحد الضواحي في العاصمة الليبية طرابلس بدأت المتظاهرون يغلقون فعليا الشوارع احتجاجا على اللقاء الذي جمع الجانب الليبي متمثل بنجلان منغوش والجانب الإسرائيلي ورافضين لأي مساومة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهذا ربما حتى ما أكد عليه المجلس الرئيسي قال لا مساومة في مسألة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي وأن من الثوابت الليبية هي مساندة القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه في العودة إلى أرضه وبالتالي ربما قد نرى حتى ردود فعل من الجوانب الحزبية ربما الحزب العدل والبنى استبق هذه البيانات وأصدر بيان بهذا اللقاء حول هذا اللقاء وشجب مثل هذه التصرفات التي قال بأنها غير مسؤولة وعلى الحكومة أن تبرر ما صدر عن وزيرة خارجية في هذا الأمر لكن التخوف الأكبر قد يكمن في مسألة قد يحدث صدام ما بين الرافضين لمثل هذه التصرفات وما بين المؤيدين للحكومة في الإقدام على مثل هذه التصرفات قد تكون الساعة المقبلة مفصلية في مسألة وجود الحكومة أو إرغامها على الاستقالة أو على الأقل إرغام الحكومة على إقالة وزيرة الخارجية ناجلان منقوش وتبرير ما حصل من لقاء اللقاء الذي جمع بين الوزيرة من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة في إيطاليا عبد الناصر خالد من طرابلس شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل اشتركوا في القناة